موسيقى متتابعي برمج صحة ونصحة أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد إذن كما تعودوا علينا دائما قدموا لكم مواضيع لتهمكم وتهم التغذية السليمة ديالكم إذن ديوم رح يتحطوا عن الفول وأهميته وفوائده القيمة واللي رح يرفقني في مناقشة هذا الموضوع دكتور السيد مصطفى بن يخرف أهلا بك معنا أهلا بك سمية وأهلا بكل أوفية الجزائر طبعا للفول فوائد عديدة وعديدة دكتور بالفعل سمية هو من الأغذية المعروفة معروفة عندنا ومعروفة في العالم العربي رغم أنه الكثير يعني ما يحبوش ما يستهلكوش بكثرة الشباب هو من يحبوهم مني الناس الكبار السن كما احنا تربينا على الفول وعلى الفوائد تاعه والربية البوية الجزائرية تتقن يعني طهين تاعه لأنه فيه عدة عدة يعني كما نقوله احنا عدة وصفات عدة وصفات يقدم بها ويصبح حتى المذاقن تاعه طيب ونقدروا نعطوه حتى الأولاد تاعنا ونولفوه مع المذاق تاعه نحن طرق لها طبعا خلال الجانب الصحي فقط دكتور مشاهدنا نوحه مع بعض نتبعوا هذا التقرير ثم نعود الفول هو نبات من فصلة البقوليات يزرع في مناطق عديدة حول العالم كأسيا وبلاد حوذ البحر الأبيض المتوسط حيث إنه نبات سنوية يمكن زرعته في أي وقت من السنة وتكون ثمار الفول على شكل قرون في داخلها حبوب أو بذور تستخدم للأكل إما مجففة أو مطبوخة أو طازجة مهم حاجة تاع الفول هذي فيها طعم خاص نقولك تبغيبات تفوره قلت لك تديري الحبة هذي هاكذا ها فهمتي هاكذا يفوروه هاكذا شوفي الحبة هاكذا يفوروه ويخدموه بزيزيتون والأكثر هي الناس كاي اللي نقولك احنا ما يديروش بزيزي فهنا الجزائرين يخدمو غل مصفوب ويختلف عدد حبات ثمارة الفول داخل القرن الواحد من قرن لآخر ومن نبتة لأخرى اللايات يعود للألواحد الفول كان لي يجي كان يعطولativa بسبعة يجي هاكذا سباح حبات وهي دير السباح حبات يجي الحبة تعطويلة وكان لي يجي قصير فهمتي؟ المهم الزريعة تعطي نقولوا لي Donkey شبل عودوا نقولوا شطلواها هنا هذي كي يجي قصير هذي كي يجي قصير ويجي هاكذا فهمتي؟ كان لي يجي طويل وكان الزريعة ليجيبوها نقول له تعلم بورتاسيو هذيك جي طويلة الحباء يعطلوا بالسبعة هذا جي طويلة الحبتها وجي طويلة كما أن الفول يعد من الأطباق الشعبية في البلد العربية خاصة في الجمهورية المصرية بحيث يؤكل يوميا وخاصة كوجبة الإفطار لاحتوائه على البروتين المفيد للصحة إذن بداية دكتور كما كنا نرى في التقرير لما تكلموا على أهم العناصر الغذائية الموجودة بالفول بالفعل سميها يعني هو يعتبر مصدر رائع لكثير من المحتويات اللي رح ينشوفها اليوم وخاصة بروتينات ومصدر كباقي البقوليات وهو على رأس البقوليات ما يسمى بالليجومينوس فهو غني بالبروتينات والبروتينات يعني نقدر نقول لك في 100 غرام من الفول عندنا أكثر من 7 غرامات من البروتينات باختلافها وكذلك فيه كثير من الألياف الألياف موجودة بكثرة حيث أن الألياف فيها ألياف سيلولوزية وألياف بكتينية ويجمع ما بين هذا النوعين من الألياف رح نشوف في الحصة أهمية الألياف في الغذاء انتعنا بأنها تعدل امتصاص السكر امتصاص التهون وتحارب الإمساك إلى جانب بعض السكرية المركبة فهو مصدر للناشعة يعني الاميدان وهو سكر مركب يعني هو مصدر للغذاء إلى جانب الفيتامينات الموجودة في السومية فيها الفيتامين A الفيتامين K الفيتامين مركب الفيتامين B من B1 بتعوى بنف وهو حمض الفوليك فهو ممتاز للمرأة الحامل كما شفنا في الحصة السابقة إلى جانب كذلك الأملاح المادنية على رأسها الفوسفور فهو مصدر هام للفوسفور الكالسيوم للمانيزيوم للبوتاسيوم الحديد والمونغانيز اسمح لي فقط دكتور بما أنه قلت أنه غني بالسكريات ربما رح يساعد على الناس اللي ربما تحب تزيد في الوزن هو هو بسمية هو رغم أنه فيه نسبة معينة من السكر إلا أنه ممتاز للناس اللي تحب تدير حمية لأنه فيه الألياف فهو يعدل نسبة امتصاص السكر في الدم الألياف في مختلفة نواحة البيكتينية والسيرولوزية فهو يعطينا إحساس بالشبع منصح به لتبعوا حمية ناس اللي تأخذ حمية الناس اللي عنده زيادة في الوزن الناس اللي عندهم سكري لأنه حتى السعرات الحرارية الموجودة فيه ماش كثيرة بزاف في مئة غرام لا تتعدى ستين سعرات حرارية نعم يعني أصحاب السكري يقدروا يخذه بكل أمان يقدروا يخذه بكل أمان ونصحوا أصحاب السكري بأخذ الفول لأنه الفول يعدي النسبة امتصاص السكر نعم ويعطينا إحساس بالشبع لأنه فيه أكثر في مئة غرام أكثر من 6 غرامات من الأليف سيد من يخرف قلت أنه الفول غني بالبروتين هذا رح يقدر يعود وجبة كاملة دكتور هو فيه البروتين سمية فيه نسبة جد معتبرة من البروتين مصدر من مصادر البروتين لكن ما يخفك سمية أن الجسم يحتاج إلى الأحماض الدهنية الأساسية هناك ثمانية أحماض دهنية من ثمانية إلى تسعة أحماض دهنية أساسية ما يصنحها في الجسم هذه نصبوها في البروتينيات تعل لحوم يعني مصادر تعل اللحم أكنا أبيضا أحمرا أو في الأسماك كل أنواع اللحم الفول هو مغذي لكن ما نقدوش نعتربوه أنه غذاء كامل يجب أن يكون معه مصادر أخرى سيكون مكمل إذا أخذنا مثلا معه بيض إذا أخذنا معه لحوم حمراء جبن سمية يصبحنا غذاءا كامل ولكن نحن يعني الجزائريين يعني ما نستهلكوه بكثرة على عكس يعني دول المشرق العربية نعم ليستهلكوه بكثرة خاصة كوجبة إفطار كوجبة إفطار يعوضوا نقص في البروتينات نعوضوه بالفول وما تسجل أن هناك بعض الوصفات اللي تخلي الطعم انتعه جيد يزيد له ثوم سمية يزيد له زيد الزيتون يزيد له الليون فيصبح فيصبح مذاقه مذاقا طيبا ويحبذ أن نعطيه الأطفال تعنا للنساء الحوامل يكون موجود حصة إلى حصتين في الأسبوع يعني تكون ممتازة خاصة في هذا الفصل لأنه الفصل يمتد من شهر مارس من أواخر شهر فبراير مارس حتى جويلة يعني هنا في نتخلمه في الجزائر يجي في هذا في هذا حال عندنا وحدة ربعة خمسة شهر يكون متوفر هذا بين حصة إلى حصتين في الأسبوع تافيب الغرض نعم وبنسبة لطريقة استهلاكه يعني أيهما أفضل نياء مفووو نياء قد ما يكون سمية نياء نحنا في الجزائر لا يفقدش كل القيمة الغذائية العيلة الجزائرية ويف تديروا مسفوف يعني طيب على البخار نعم طيب على البخار وثم يوضاف إلى الكسكوس يقول لا مع الكسكوس يأخذوه هنا لا يفقدش القيمة الغذائية يفقد بعض المياه لأنه فيه نسبة معينة من الماء لكن البروتينات والسكرية اللي فيه والأملاح المعدنية إلى جانب الفيتامينات يحافظ عليها يبقى محافظ عليها كذلك يقدر يقدم بعدما نغلي نطيبو على البخار يقدم كسرطة كذلك مع زيت الزيتون يعطيك سعم مع زيت الزيتون وثوم يعني هذه التبتيلات هذه راح تعطي له مذاق معين ومذاق طيب حتى نقلو ناخدوه مطحون كما ذكرت بالفعل سوميا الناس تقدروا مطحون كما رامي يدروا في المشرق نعم نشفته في المشرق لما رحت للعمرة كاين اللي يوجدوه ديروه في الصباح مهروس وزيدوه بعض الزبدة يعني وبعض التبتيلات ويقدم مع الخبز يعني مذاق طيب حتى المذاق طعو لذيذ وصحيش لنفس الوقت وصحيح لأنه خالي يكاد يخلو إلا ما أقول خالي من الكوليستيرول ومن أحماض دونية المشبهة فهو خالي من الكوليستيرول نعم وتناول كان كاملا خاصة إذا أخذناها بالقشور نعم يعني القشور هي اللي فيها الألياف نعم الألياف هذيك راح تعدل راح تعدل امتصاص الدهون كما رأينا أنه ما تخليش الجسم يمتص الدهون وخاصة الدهون الثلاثية ما يسبب يعني قشور واسمح لي فقط دكتور ما نستغنوش عنها وإنما نستهلكوها بالفعل سوميا لأن القشور هي اللي فيها الألياف والألياف هي اللي تعدل امتصاص السكر وتعدل امتصاص الدهون خاصة الدهون المشبعة الأحماض الثلاثية مسمى بالتريغريسيريد فهي تعدل هذا الامتصاص وتخلي الجسم يأخذ الكوليستيرول يعني المفيد الجيد يعني ما يسمى بالأجدال وأما الأحماض الأخرى ما يمتصهاش كثيرا الجسم يحافظ على الرشاقة إلى جانب أنه يحارب الإمساك كما شفنا سوميا أنه غني بالألياف ومطهر ومطهر للأمعاء كانت الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغاليطة فهو يطهر الأمعاء وبالنسبة لأصحاب الأليمية ما فائدات تناول للفول عليهم هو سوميا هو مصدر من مصادر الحديد وفيه نسبة معينة من الحديد وما يخفك سوميا أن الحديد يدخل في تشكيل الكوريات الحمراء لتنقل خاصة الهيموغلوبين ما يسمى بالهيموغلوبين هذا البروتين الذي ينقل الأكسجين إلى الخلايا فيدخل الحديد في تركيبة الهيموغلوبين والفول يعتبر مصدر من مصادر الهيموغلوبين خاصة إذا خضيناه مع الليمون الليمون شفنا في الحصة السابقة أنه غني بالفيتامين سي والفيتامين سي تساعد على امتصاص الحديد لأنه الجسم يفضل الحديد من مصادر حيوانية أما إذا كان الحديد من مصادر نباتية فالفيتامين سي تساعد على امتصاص الحديد لذلك هو مصدر من مصادر الحديد من الأفضل نخدوه مع نقدره نعطوه نتكسع مع الليمون نقدره نخدوه مع الليمون باش نستفاده من كل الخصائص الموجودة فيه نعم ودكتور تكلمنا على فوائد الفول ربما نبطعطينا أو ما هي الأعراض الجانبية في تناول الفول تكسع يعني كان ما يسمى كان واحد عند بعض الفئات من الناس وخاصة من الأطفال نحن في كل سنة في هذا الوقت كان بعض نسبة قليلة يعني ماش مرتفعة بزيف أنه كان بعض الأطفال الفول يديلهم أنيميا لأنه يعطل واحد الأنزيم اللي هو أنزيم يدخل يدخل في في تركيبة الخالية الحمراء نعم يعني إذا تناول الفول عند هذا الشريحة من الناس ومن الأطفال يقدر يديلهم أنيميا هذا الشريحة من الأطفال لديهم نقص في أنزيم يسمى جي سي سبي دي هذا إذا كان عندهم نقص في هذا الأنزيم أنزيم هذا ناقص فسوف تكون عندهم أنيميا هذا ممنوع أنهم يدفادوا والفول هذا ممنوع لهم الفول يعني يقدر يديلهم أنيميا ويديلهم حتى إصفرار ما يسمى نيكتير يديلهم من إصفرار وبوسفاير يعني six goes fire مع أنيميا هذا ممنوع ما يقدرون الشارفة هو الدكتور إلا لما يتنولوا الفول إلا لما يتناولوا الفول إحنا نجلنا بعض الحالات يعني حالات قليلة من واحد إلى اثنين في السنة يعني في هذا الفصل لما نستئل ربط لبيت يقولنا كل عام في هذا الوقت إيجيل له مليهذا منعونه منعوا إليه الفول أما الآخرين يقدروا يأخذوا بكل أمان كان الناس اللي عندها ارتفاع الضغط الإلتفا 1 لعدها زيادة في الوزن الإلتفاة اللي عندها سكاري يقدروا يأخذوا الفول بكل أمان نعم. إذن دكتور شاهدنا نور مباشرة إلى فقرات اسأل طبيبك. السلام عليكم. حب نعرف إجابة المميزات للفول والإيجابيات التغذية على الفول كريدة. السلام عليكم. دكتور شاهدنا نسخسر على الفوائد على الفول. هل يطيبون؟ هل يطيبون؟ هل يطيبون؟ هل يطيبون في المرقى؟ دكتور شاهدنا أسئلة بعض المواطنين. أول سؤال سائل يتسأل عن موائزات التغذية عن الفول عموما. بالفعل يعني الإيجابية الفول يعني زيدو نعاودو. نعم. قولوا باللي الفول هو مصدر من مصادر البروتين. فهو فيه كثير من البروتين. يسبب جد معتبرة من البروتين. السكرية اللي فيها سكرية معقدة كمبلكس. اللي فيها النشويات. نعم. وفيه كثير وفيها الفيتامينات على رأسها الفيتامين A الفيتامين K ومركب الفيتامين B بطر وبناف حمض الفوليك. نعم. يعني وهو ممتاز للمرأة الحاملة. المرأة الحاملة تقدر تأخذ البناف. لأنه شفنا باللي حمض الفوليك. يساعد على الوقاية من التشوهات الجملة العصبية لدى الجنين. نعم. فهو يقيه من تشوهات الجملة العصبية. يعني كان مصادر الفوليك. يعتبر مصدر مصادر حمض الفوليك. كذلك إلى جانب أنه غني بالألياف. فهو يعدل لامتصاص السكر. خاصة الأحماض الدونية. يسهل الهاضم ويحارب الإمساك. ويحارب الإمساك. الناس اللي عندها سكري. هنا نختنى بفرصة اللي سألنا على السكري. الناس اللي عندها سكري يقدروا يأخذوه بكل أمان. لأنه يعدل ما فيش مسبق من السكر. نعم. ويعدل الامتصاص السكر في الدم. كذلك الفول هي الفول من الخصائص الأخرى نتاعه أنه يخلي الخلايا نتاعنا ويخلي الأنسجن نتاعنا تتفاعل أكثر وأحسن مع الأنسولين. نعم. فيكون هناك تجاوب كبيرة عن الخلايا مع الأنسولين. يعني هو يحارب مقاومة الأنسولين. أو ما يسمى الرجيستانس على الأنسولين. نعم. كذلك نقوله باللي الفول هو مصدر مصادر الأملاح المعدنية وعلى أسل الفوسفور. الفوسفور والكارسيوم. شفنا باللي الكارسيوم أنا غني بالمعادن أيضا. أتك السحة تخول المعادن خاصة هذا المعدنيين الفوسفور والكارسيوم بينيسة بجد معتبارة. وهذا المعدني الفوسفور والكارسيوم يدخل في تركبة العظام يعني أن العظام مكونات خاصة من الكالسيوم والفوسفور محاربة هشاشة العظام مع الفيتامين D بالطبع لأن الفيتامين D هي التي ستسهل عملية امتصاص الكالسيوم مع الفوسفور أيضا السائل يتسأل عند طبخي هل يفقد القيمة الغذائية حتى لو تطرقنا في بداية الحصة لهذه الأسئلة ككل خضر فإن الحرارة تتلف بعض المكونات خاصة الفيتامينات وبعض البروتين يعني نقول لهم أنه أفضل طريقة هي نية هي كن نية بعدما نغسله جيدا بالماء نقدر نذهب حتى باش نلينوه شوية نقدر نطيبه على البخار البخار العائلة الجزائية معروفة بالمسفوف المسفوف هو يطيب على البخار يطيب على البخار ثم يضافلو الكوسكوسي وناخذوها نقدر ناخذوها طيب على البخار أكان حبات أم مع القشور تاعوا ويا حبات تكون القشور موجودة معها لأن القشور هي اللي فيها الألياف قلنا بالألياف يعني هي منظفة للأماء أنجانة نقول أنه من الأفضل أو يستحسن أننا نستهلكوه مع القشور مع القشور تاعوا يكون كاملا بعد تنظيف تاعوا بالطبع ثم نطيبه البخار فهو ممتاز أيضا سائلة دكتور رسلتنا عبر صفحتنا في الفيسبوك تقول هل لما تناول الفول بصفة دورية هل رح يدير لي انتشاخ في البطن أو في المعيدة هو كذلك هو دايما اقترنا أنه أكل الفول أنه يدير انتفاخ لكن هذه يعني مغلوطة يعني فكرة مغلوطة هي شائعة يعني شائعة لأنه لأنه هو غني سمية بالألياف والألياف قلنا هي التي تطهر القلون يعني بالعكس تسهل الهضم يعني تسهل الهضم خاصة إذا أخذناه مع القشور ندعه لتفادي الانتفاخ والتفادي المغس والألم ما علينا إلا أخذه بقشوره بقشوره نقدر نزيد له بعض التبتيلات نقدر نزيد له زيت زيتون نقدر نزيد له ليمون نقدر نزيد له ليمون نقدر نزيد له فيتامين سي الثو اسمح لي فقط دكتور حتى لو يعني استهلكته في المساء رح يعطي نفس نتيجة بل أعمل أحسن لأخذوه في وجبة الغداء في وجبة الغداء يكون حاضر فهو ممتاز يعني ممتاز وما يدير ما يدير لانتفاخ هو تعرض حتى في حداته هو تعرض للريح يعني تعرض للغازات نعم أيضا أنتم مشاهدينا الكرامة نساوش دائما ترسلونا عبر صفحتنا ليرا يتظهر على أسفل الشاشة دائما تبعتونا اقتراحتكم وأسئلتكم للبرنامج ربما دكتور شكروك طبعا على كل هذه التوضيحات تمنى أننا وفينا أسئلة المشاهدين ولكن قبل ما نمروا إلى نصيحة اليوم ربما هل من إضافة حب الديف أنا بالنسبة للجانب الصحي نقول الفول يعني سومية هي صح كما قلتين تيا يعني الشباب شوية ما يحبوش الفول نقول لهم باللي الفول يعني فيه فوائد جمع وماذا بينا من حصة إلى حصتين في الأسبوع من شهر مارس إلى جويليا يعني نختونهم الفرصة ونعطوه لولادنا يعني ربيت البيوت خاصة إنها تتفنن في الطبخة نتاعو مش شرط يكون طايب ولما طبوه طيبوه على البخاء نقدروا نقدموه كسلطة حتى مع باقي الخضروات الأخرى ما باقي الخضروات الأخرى في السومين نقدروا ندخلوه حتى في السلطة أنه كالي ما يحبشوا ربما المذاق المذاق نتاعوه إذا وضيفت ليه بعض التبتيلات كما قلت لك مع الثوم مع الليمون مع الزيت زيتون يصبح المنخت رحياتي طعم أخر والطعم نتاعو يكون طيب ويحبوه الأطفال ويدخل في غذائنا وسير انتاعو جد معقول ومستر رائع البروتينات نعم نعم إذن دكتور مشاهدنا من الجنب السحي نذهب وإياكم إلى نصحة اليوم إذن مشاهدنا نستخدم قناع للوجه لتنظيفه وإزالة البقعة الدكنة نضع ربع ملعقة من فودرة الحلبة نضيف إليها فول مطحون وحمص مطحون نضيف أصفر بيضة واحدة ونخلط الخليط جيدا ونضعه على الوجه مثل الماسك ونتركه لمدة 20 دقيقة تقريبا من بعد ندهن الوجه بزيت الزيتون أو أي زيت ونزيل القناع بشكل دائري ونخسل الوجه بالماء ثم نمسح الوجه بماء الورد بقطنة ناعمة في الأخير دكتور ربما هل من نصحة أخرى تحب الضيفانون؟ من بين الخصائص الفول كذلك الفول يهدئ من الناس اللي عندهم خاصة ألام الكليتين الناس اللي عندهم ما يسمى بالحاصة الكلاوي نعم الناس اللي عندهم الحاصة وعندهم الطراب في الكلية فيجوهم بعض الأزمات فيها ألام حادة ولو من الفول يهدئ لألام الكليتين ومدير للبول مدير للبول ماذا بنا ندخل في الغذاء لأنه غني بالألياف سمية غني بالأملاح المعدنية هو مصدر ممصاد ليس لديه فوائد صحية فقط بل حتى فوائد جمالية وفوائد جمالية كما تفضلت سمية ماذا بنا ندخل في التغذية ومنساوش القاعدة خمسة سفر خمسة ثلاثين سفر خمسة ثلاثين سفر تدخين ابتعاد عن التدخين مرة واحدة إنسان ما يقولش بلندخن سيجارة أو اثنين لا ابتعاد تماما عن التدخين لأنه التدخين هو مضير بالصحة وهو المسؤول عن سرطان كثم سرطانات عفنا الله منهم وخاصة سرطان رئتين نقولون بعده عن التدخين خمسة خضر وفواكه ثلاثة فواكه وخضراتين أو ثلاثة خضرات وفاكه ولما لا يكون الفول حاضر مع هذه الخضرتين خاصة نذكر أنه من المستحسن أنها تكون خضر وفواكه موسمية موسمية طازجة وكذلك كان حاجة سومية إنه الفول نعود نرجع للفول إنه الفول يعتبر غداء بيوم لأنه الفلاح اليوم ما زيدش المضادات لما زيدش المضادات الحشرية وما زيدش الأسمدة والكيموية المصنعة بل هو نقدر نقول لك بأنه خضر بيوم 100% خضر بيوم 100% وثلاثين دقيقة وثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة على الأقل مش بخطة متسارعة كل يوم هذا كله يدخل فيه الحفاظ على الصحة وعلى الرشاقة ويعطينا نظارة في الواجه ونبقى شباب ونحارب الشيخوخة المبكرة سيد بن يخلف شكرا لك على كل هذا النصائح شكرا سومية وشكرا لكل أوفية الجزائرية شكرا لك شكرا لكم أنتم أوفية برنامج صحة ونصحة كنوا دائما أوفية لبرنامجنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر